يبقى أنا من 222 يبدو من أننا طالع من رقم سنة 13-19 النداء قليل طبعاً يعني نقلة كبيرة جداً ما كناش إحنا كلنا كوزارة صحة نحلم بيها لكن لازال هذا الرقم متواضع لو حين حطناه في الاحتياج الفعلي لتحسين خدمات المواطن باللي احنا نفسنا فيه ففيه فرق ما بين الحلم وفيه فرق ما بين الحقيقة الحقيقة هي اللي رايز بتكلم عليها الأيام اللي فاتت في ضد إمكانياتنا وهي دي اللي الدكتور معيد حط فيها الجراف وقال إن دي إراداتنا ودي مصرفاتنا ودي الفجوة المبينة إراداته والمصرفات لو إحنا إراداتنا كبيرة أكيد قطاع وزارة الصحة هياخد أكتر من كده بكتير أكيد ده هينعكس على الخدمات الصحية وجودة الخدمات الصحية المقدمة لكن ما عندناش غير الفكر وسادة الرئيس دائماً كان يقول الدول اللي إمكانياتها محدودة ويعني ما عندهاش الخدرة المالية الضخمة لازم تفكر بطريقة مختلفة لازم يكون عندها شيء في إبداع في الفكر والمجهود والعمل ونعادل الضعف الإمكانيات بعمل بزيادة وأتصور إن ده من خلال زيارة سادة رئيس لينا في الحكومة النهاردة وتشريفه لمجلس الوزراء وهو سادته قال كده قال إن إحنا يعني الحقيقة ما عندناش غير العمل والعمل والعمل ونقدر إن إحنا نعوض نقص الإمكانيات اللي إحنا بندفع فاتورة بقالها مئات السنين جابت جت لمصر كلها وإحنا مضطرين نتعامل معها فالحل الوحيد إن إحنا نفكر بشكل مختلف ودي كانت فكرة أو حكاية المبادرات الرئاسية اتعرضت على السادة الرئيس من زمالي ودعم من السادة الرئيس وده بقى قصة نجاح مش إحنا اللي نقولها قصة نجاح أشدت بها منظومات الدولية على مستوى العالم بقى مصر اللي إحنا بنسميها دلوقتي الهيلث ديبلوماسي أو ديبلوماسية الصحة زي ما فيه هيلث إيكنوميكس هنتكلم فيها ديبلوماسية الصحة إن إزاي كدولة تقدر ببعض الإجراءات بتقدر تعمل نموذج ديبلوماسي يمكن أن يحتزى بيه في كثير من دول العالم مبادرات الصحة العامة للدولة 14 مبادرة 92 مليون مواطن استفادوا 141 مليون خدمة بتكلفة 32.2 مليار جنيه حل سريع نخش بسرعة نحل بعض المشاكل أشهرها وعالمياً ونحن نسا راجعين من الجمعية العامة لأمم المتحدة في حضرة معالي وزير الخارجية وكان هذا الموضوع على رأس المناقشات الجمعية العامة لأمم المتحدة وكنا مدعوين في كل لقاء هناك علشان نحكي تجربة مصر نقول إيه حكاية تجربة مصر في المبادرات الرئيسية بشكل عام للصحة العامة وبشكل خاص في موضوع فيروسي مش إحنا اللي بنقول كده الفكرة عوضت ضعف الإمكانيات في مجالة فوروبس الأمريكية قالت لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروسي كما فعلت مصر مش كلامنا دولة بحجم أقوى اقتصاد في العالم بتقول إن مصر قدرت بإمكانيات أوليلة جدا وفي وقت أوليل جدا ونشرت مقالة كبيرة بتتكلم على يعني إزاي دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية ما قدرتش تعمل لمواطنيها اللي عندهم طبعا برضو فيروسي هذا الحل فبالتالي النجاح في قضية فيروسي بس إذا كنت هتكلم عليه هي بالتفصيل مش هادر أتكلم على كل المبادرات اللي فيها كلها قصص نجاح لكن مسح 63 مليون مواطن والرئيس يقول لحد النهاردة ما تسيبوهش أنتو نجحتو مش ده معنان أن أنتو وقفتو على كده الناس اللي بتخش تعمل كشف طبي في الجماعات اللي بتعمل كشف طبي في المدارس اللي بتعمل كشف طبي عشان تتعين لوظيف امشوا وراء الموضوع وإحنا لسه ممشين من عندنا لجنة عالمية راحت المعامل وراحت بنوك الدم وراحت المستشفيات عشان تتأكد من أن مصر متقدمة للدوسيد دهبي هم فيه ثلاث مستويات للتقدم لإعلان مصر خالية من مرض زي فيروسي لأول دولة في التاريخ ما حصلتش قبل كده لسه أي دولة في العالم تعلن بشكل رسمي وده اللي هيحصل إن شاء الله في خلال الأيام القرية القادمة باستخبال سيد الرئيس لمدير منظمة الصحة العالمية علشان يعني يبقى فيه تسليم لهذه الشهادة وده قصة نجاح للقيادة السياسية لأن هذا المشروع كان موجود من 2006 بالمناسبة ولكن من 2014 لما الرئيس قال للمسؤولين اللي كانوا موجودين قبلها تعالوا أنتم محتاجين إيه؟ الدعم اللي أنتم تعملوه بس بشرط توصلوني للنجاح بالفكرة مش بالإمكانيات تحطت الإمكانيات وتحطت المجهود وتحطت النظام اللي بقى يدرس دلوقتي إزاي نقدر نعمل 63 مليون مسح إزاي نقدر نعالج 4.5 مليون حالة مرضية من أمراض الكبد إزاي نقدر نحتى الأمراض التلايف الكبد أو سرطانات الكبد الناتجة عن هذه المرض يتم علاجه بالمجان إزاي؟ إزاي عملتوا كده؟ فدي كانت حكاية مهمة جدا أنها تتحكي